فيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى قد علمت ماذا فعل الله عز وجل ألم يجعل كيداهم في تضليل خطة عظيمة انطلقوا من اليمن إلى مكة يريدون هدمها شوف ايش تجهزوا بالفيلة والزاد والخطط والعدة ولا إلا هذا كله جعل الله في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي من جند الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو ترميهم بحجارة من سجيل حجر صغير قد يستهين به الإنسان لكنه هالك طيب أو مهلك يقول فجعلهم كعصف مأكل هكذا جعلهم الله تبارك تعالى نكاية بهم وتعذيما لهم لأنهم أرادوا ببيت الله سوءا فقصمهم الله تبارك وتعالى